كابتن أسامة نبيه بعد المباراة حول الحديث عن عرض إمام عشور تعرفين إمام عشور عنده عرض من ميتلند الدرماركي وكلمنا عن العرض ده الأولى ولكوا تفاصيل العرض إمام عشور عنده عرض من ميتلند الدرماركي متقدم من إسبوعين العرض ده بتلاتة مليون دولار نادي الزمالك مرحب من حيث المبدأ برحيل إمام عشور بالرقم ده لسببين أول سبب إنه فعلا مش عايز يقف قدام رغبة إمام عشور في الاحتراف الأوروبي ده سبب السبب التاني إنه الزمالك محتاج سيولة مالية من الدولارات عشان بعض التزاماته وأنا بصراحة وأنا بصراحة لو سألتني أقول لك أنا مع نادي الزمالك لو بيفكر بالطريقة دي هتقول لي يا عم ده نجمي الفرقة هقول لك والله الزمالك هيخسر كتير برحيل إمام عشور هيخسر أكتر لو التزاماته المالية ما قدرش يوفيها للعابين والمدربين وخلافهم هيخسر أكتر بكتير فأنت دايما بتدور على أهل الخسائر طيب ده من ناحية اللي هو إيه أنت مشجع للزمالك أنا بكلم دلوقتي مشجع للزمالك اللي هو مش هيفكر غير في إن إمام عشور ده لأيه مهم وأنا عايزه في الفرقة فأنا بقول لك إنه آه هيبقى خسارة كبيرة الخسارة الأكبر إنه أنت ما يبقاش عندك سيولة تقدر تسدد بها بقى الالتزامات بتاعتك فبدل من أنت هتخسر إمام عشور بس فممكن تخسر أكتر من اللاعب تاني يبقى لي مستحقات ولا حاجة فمش لو الزمالك بيفكر بالطريقة دي وعلى فاكرة كل أن داي في العالم بتفكر بالطريقة دي أنا ممكن أن يبقى لعب مهم عندي عشان أعرف أشتري لعيبة تانية أعرف أسدد الالتزاماتي ويبقى الفرقة أحسن أحسن برحيل اللعب المهم ده من ناحية تانية عامة مالهاش علاقة بقى بجمهين نادي الزمالك أهو أنا بقى محدد في كلامي من ناحية تانية مالهاش علاقة بجمهين نادي الزمالك اللي مش هتبقى مقترعة بكلامي أو مش هيعجبها الكلام ده احنا عايزين لعيبة مصريين موجودين في أوروبا ويبدأوا ياخد خطوات وإمام عشون من لعيبة اللي تقدر تلعب في أوروبا كواليتي يلعب في أوروبا يقدر طبعاً ويعني مثلاً الدلماركي طبعاً مش هو ده الهدف بتاعنا جميعاً بس ده الخطوة اللي يليها خطوة إن شاء الله أكبر بعد كده ده لو انتقن بس يلاً عندها لعيبة كبيرة ومميزة موجودة في أوروبا تاني كلام ده موجه للناس اللي بتحب مصلحة الكرة المصرية لكن جباين نادي الزمالك بطبيعة الحال مش هيهمها غير مصلحة نادية نادي الزمالك فما تقعدش بقى تقول لي أصلاً مصلحة الكرة أنا مالي وأنا لما أخسر مصلحة الكرة المصرية أنا مالي بيها ما أنا أخسر مش عارف إيه حقك بس من ناحية الثانية لمصلحة الفرقة عموماً كابتل أسامة نبيه في كل أحوال يعني ده قرار مجلس إدارة وقرار اللاعب وتفاصيل لسه ما تمش حسمها مية في المية بس طبعاً عشان فاطر انتقربتها اعتناها لقرابط تخلص فاحنا منتكلم في ساعات وممكن الموضوع ده يبقى 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 لأ ده قرار مجلس إدارة نادي الزمالك وهم اللي هشوفوا الأصلحة إيه ويعملوه أكيد يعني إمام عشور كابتل أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي قال أنا عرفت إن إمام عشور جاله عرض خيالي من فريق أوروبي وبالتالي من الصعب من الصعب الوقوف أمام طموحاته وقال أنا مش هقف أو مش هقف أمام طموح أي لاعب هو بالنسبة لي مثل يوسف أسامة نبيه وسيد عبدالله نمار وكلهم لعيبة عندها طموح إنها تخرج في أوروبا وقال أنا لو قفت في سكة طموح أي لاعب هيكون أمر محزن جداً وقال إنه ما يعرفش إذا كانت الصفقة هتم ولا لأ لكنه بيأكد إنه مش هيقف قدام حلم إمام عشور وقال إنه إحنا دايماً بالنادي باحتراف اللاعبين المصريين في أوروبا عشان يخدموا الكرة المصرية وده كلام في منتهى اللي احترام من الكابتن أسامة نبيه وده اللي كنت لسا أقوله لكم ممكن جمهور نادي الزمالك لأنا عايز مصلحة فريق وخلاص بس الناس المسؤولة بتشوفها بشكل أكبر شوي بشكل أكبر شوي إنه مصلحة الكرة المصرية تخلي لاعب مصري يطلع في أوروبا دي حاجات كويسة بكل تأكيد وقال لو جي عرض محترم لأي لاعب زي مثلاً العرض اللي جاي لإمام عشور إحنا كلنا في النادي مش هنقف قدام طموحاته ده بالنسبة لإمام عشور